اهلاً فيكم من جديد مكملين معكم بأكستر تايم ورايحين لكرة القدم وبعد اتضاح الرؤية لعودة نشاط دوري المحترفين اليوم الأنظار تتجه صوب الدرجات الأولى والثانية والثالثة عن الآلية التي سيستخدمها اتحاد الكرة لاستعادة نشاطهم أول بأول قبل يومين اجتمعت أندية الدرجة الأولى في نادي اتحاد الرمثة لبحث سبل العودة وعرض مطالبهم على اتحاد كرة القدم للحديث عن هذا الاجتماع والخطة المقبلة معنا السيد منصور عبيض الله رئيس نادي اتحاد الرمثة وعضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد أهلا وسهلاً أهلا وسهلاً فيك سيد الله عافية والعافية جهودكم مباركة الله يعافيك جهودنا وجهودكم الله قويك ونشكر الإخوان برضو اللي يجوا والأخ حسام يعني عناء هالتعب ويجوا عن رمثة وما قصروا وغطوا كل الحديث بالعكس بالعكس واجبنا أهلاً فيه شكراً لكم مرتين إذن نتائج اجتماع أندية الدرجة الأولى منشوفها بهذا التقرير في مقر نادي اتحاد الرمثة اجتمع ممثل 14 نادياً من أندية الدرجة الأولى من أجل مناقشة عودة نشاط دور الأولى من جديد بعد التوقف القسري بسبب جائحة كورونا الأندية أجمعت على ضرورة تحديد المستحقات المالية المطلوبة من اتحاد الكرة وأن يراعي الأخير الأضرار التي ترتبت على إيقاف النشاطات وما لحقها من خسائر مالية الاجتماع دعا إليه منصور عبيد الله رئيس نادي اتحاد الرمثة وعضو الهيئة التنفيذية في اتحاد الكرة أكد على ضرورة أن تكون المطالب منطقية وتراعي أيضاً الظروف التي يمر بها اتحاد الكرة بالإضافة إلى وضع خطة واضحة من قبل الاتحاد حول آلية توزيع المبلغ المقدم من الفيفا لكرة القدم الأردنية عوض الشعبات مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة وفليح الدعجة مدير شؤون الأندية حضراء الاجتماع للإجابة عن استفسارات الأندية وكان أبرز ما أجاب عنه عوض الشعبات موعد انطلاق دوري الأولى الذي حدد في التاسع عشر من شهر تشرين أول المقبل كما أجاب الدعجة عن الأسئلة المتعلقة بعقود لاعبي الأندية وأخذ كافة الملاحظات من ممثلي الأندية الاتحاد كرة القدم مظل لجميع الأندية وبغض النظر عن الدرجة أو الفئة أندية الدرجة الأولى تعودنا عليهم باستمرار أنه دائماً بيجتمعوا مع بعض بنسطوا أمورهم وخاطبوا الاتحاد ويعني بصراحة يعني غالبية مطالبهم بتكون منطقية فالشغلات كثيرة استفسروا منها الإخوان كنت أنا موجود وفي زميلي نائب الأمين العام مدير شؤون عندي فليح الدعجة جاوبنا الشغلات خنقول اللي من صلاحياتنا نجاوب عليها ففي بالنسبة لموضوع المسابقات كان استفسارهم عن موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى وفيما يخص موضوع الفئات العمرية واستفسروا برضو بعض الأمور اللي بتخص موضوع عقود اللاعبين والمدربين والأمور التعاقدية أندية الدرجة الأولى لا تقل أهمية عن أندية المحترفين وهي رافد حقيقي باللاعبين واستطاعت أن تضع بصمتها بقوة بعد صعودها إلى المحترفين مما يجعل اتحاد كرة القدم مطالبا بالوقوف معها وتحقيق مطالبها بداية سيد منصور خلينا نحكي عن ماذا تريد أندية الدرجة الأولى وما هي المطالب برجع بكار شكري قبل أندية الدرجة الأولى احنا للأمانة يعني بتواصل تام احنا والأندي بشكل عام وسواء أولى ثاني ثالثة لأن انا بالآخر عضوها هي تنفيذية من 11 بلقصنا سمو الأمير كان الاجتماع يعني قبل كورونا احنا كنا مجتمعين أصلا فكل وقف كان هناك بيار رسمي كرياضيين بشكل عام وكأندي الدرجة أولى بشكل خاص نعم اللي هو مناشدة أو مش مناشدة دعم وتأييد لسيد مولاي صاحبة جلالة اللي هو دائما بيطلع باتباهة فينا فاحنا لازم نطلع دائما باتباهة فيه ونشد عئيده ويدا بيد ومن خلفه وولي العهد الأمين بالنسبة للقرار الجائر الأحادي على إخواننا بفلسطين وإن شاء الله احنا من خلال من بركه الكريم لأنه الرياضة مرات تسبق السياسة للأمانة حبيت أتكلم من ناشد كل الرياضيين أنه كلنا نشد على إيد سيدنا ونقف بجنبه ونرفع معنوياته ونقوله لأعطيك العافية وكان فيه بيان آخر شكر برضه على إدارة ملف كورونا وخروج من هالأزمة لسيدنا وللحكومة وللأجهزة الأمنية جميعا والأجهزة الطبية على الجيش الأبيض اللي الحمد لله هين اليوم احنا عنكم والحمد لله هين احنا بدنا نرجع الدورة وتعود النشاط الكروي فحبيت أوجه هاي الرسالة من خلال من بركه قبل الحديث عن موضوع الرياضة نعم طيب مطالب أندي الدرجة الأولى والله ست مطالب ما فيه احنا اجتمعنا بتاريخ 12 أو 10 أو 3 بتعرفي واصطدفتوني كان فيه تخفيض بشكل عام على موازنة الاتحاد منتخبات أولى ثانية ثالثة محترفين نسوي فاحنا من ضمن الاتحاد واحنا بقارب واحد وبتوجيهات سمو الأمير دائما احنا بنمشي وإن شاء الله غير نجتاز المرحلة فخفضت الموازنة نعم بعثنا كتاب أنه احنا يداً بيد وإحنا مع هاي التخفيضات وإحنا راح نلعب وراح نمشي وشو بتطلب مننا لأنه احنا ما بصير الاتحاد بجهة والأنديه بجهة احنا بقارب واحد وليس شعار فلابد من التطبيق بعثنا كتاب تأييد لقرار الاتحاد وإحنا مع هاي التخفيضات وهي ممكن تكون لمرة واحدة وإن شاء الله مطلع المأزق إجا موضوع كورونا ووقفت كل الأنشطة صحيح والأغلب كان الكل بيعرف والشارع بيحكي أنه التوجه للإلغاء سواء محترفين أو أولى أو ثان النشاط كامل نعم الآن رجع القرار هو القرار للإلغاء أو اللي بقاء ما كان بيدنا كان بلجنة الأوبئة يعني توصلنا مع سمو الأمير من أيام رمضان وبعدها وبدها ما كان القرار بيدنا فتح جزئي ضمن شروط معينة فتماشى مع الظروف الصحية ممكن الأندية رغم أنه غياب الجمهور بأثر شي كبير بس لابد من عودة النشاط الآن توارد لما سامعنا للأمانة وأنا عوض الاتحاد بس ما شفت شي رسمي أنه يوجد هناك دعم من الاتحاد الدولي للأندي وللرياضيين فأيجت الفكرة من هاي الاجتماع وبشكر الأخ عوض الشعبات والأخ فليح وتواصلنا مع الأخ سمر كأمانة سر وبعثتهم عساس يكون في تقريب برجات النظر لأنه فيه إخوان مش فاهمين شو العقوبات مش عارفين إمتى الدوري دوري الفئات وإيجوا يعني وأخذوا خنقول الجواب الشافي والكافي وشكرنا سيدي سموه الصاحب الملكية سموه سيدي علي على موضوع العفو اللي طلع اللي هو عن العقوبات الإدارية شملتنا إحنا كأولى لأنه فيه ناس موقفة ثاني وسنتين وثلاث العقوبات المالية شملت المحترفين كونه كانوا هم مبلشين فبعثنا كتاب والكتاب للأمانة ما وصل بعده بكرة يعني الأحد الصباح بيكون عطاولة أمانة السر طلبنا فيه زيادة الدعم لستين ألف فوق اللي بنا نأخذه طلبنا فيه ولأول مرة بتصير إحنا كنا لغينا هذا القرار اللي هو التبادل بين الثاني والثالثة والأولى والإعارات ما كانت اللاعب يسجل بموسم وهذا القرار أنا كنت مصر عليه بالسابق عشان الأندي تشتغل على فئاتها العمري ما ظل اللاعب يتنقل يخلص ثالثة يجي على الثاني يخلص الثاني يجي على الأولى يلعب بالموسم بثث أندية فعندنا ظرف استثنائي رجعت أنا قلت بسلف مرة واحد فقط لأنه دوري الثالثة ستي بخلص أتوقع بشهر تسعة نعم وتكون فترة القيادة ممكن يكون فيه لاعبين على مستوى عالي وكذا تستفيد منها الأندية ونخفف نفقات والتكاليف جميل طيب بما أنك حكيت للنفقات والتكاليف أنا كرئيس نادي أو كاتحاد الرمثة أنا ما خسرت الشيشي بحقيها أنا صريحة جميل يوجد أندية استعدت بكير أنا لأنه إلي سنتين بشتغل على الفئات العمرية أنا من زمان بشتغل بس إلي سنتين قاعد بكون الفريق يلعب بدوري الأولى أعمار متناسقة عندي أربع عندي ثلاثة أو أربعة عشر لعب ووقعوا ثلاث سنين هذا الجيل طلعته الآن فقلت إحنا مبكرا تعالي نشوف شو بده يصير في أندية ست أو سبع أندية تعاقدوا مع محترفين مع مدربين ودفعوا مقدمات عقود فلابد من نظر إليهم لا تضرروا الآن ما لعبوا زي المحترفين ووقفوا الآن الموسم هذا صار على الدرجة الأولى موسمين نعم في ناس روحت رجعوا بدهم تجيبوهم يعني ضعف التكلفة الآن قلنا إحنا نطبق قانون الدفاع بحالة إنه ما تم الاتفاق بس رغم هذا لا يعني أنديته الأولى ستة تصرف وما فيش عندنا مداخيل ما فيش عندنا استثمار يعني كثر خير سيدنا للأمانة أكثر أنديته الأولى مكروماتنا من جلالة الملك نعم باصات ومرافق وكذا ما تبقى ما فيش وبنفس الوقت أنا ما بقول للأندية إنه أنت وتعالوا بتكون مصاريفكم كلها من الاتحاد من وزارة الشباب برضو بتكون تشتغلوا بس كل نادي بصرف له أقل شي ما بين المية للمية وعشرين ألف يعني لابد من توفير نصهم من الاتحاد أو من جهات داعم والباقي تشتغل والظروف الاقتصادية الآن ما في شركات راح تدعم ما في أصلا من الأساس داعم ما في لدوري الدرجة ما في مخصصات اتحاد كرة القدم فقط لغير وزارة الشباب ولا حتى عائدات البث التلفزيون ما في لا ما في ما أناش علاقة بتلفزيون يعني أنتو بتكرهوا كتير تحكوا يعني يمكن المصطلح اللي دائما بنحكي عن الدرجة الأولى اللي هو دوري المظاليم كان آه الآن أنا بقول ودائما بقولها أنديت الأولى للأمانة عندي محترمة تمثل الأولى تختلف بشيء واحد ولازم الناس تنتبه أنه إحنا حاويين محافظات وألوية وقرى وبادية أنديت الأولى إذا بدك تعدي تعداد من تحتوي تتفوق 2 مليون بني آدم نعم لأنه في قرى ومدن للأمانة الناس في يعني الخارج عنه الضياظة ما كان يعرفها الآن صار لها وجود وإحنا مبسوطين المشكلة قلت لك يعني حتى هذا النادي بهاي المدينة في ناس بجوز مش مقتنع موضوع كرة القدم كان اسمه مظالم أنا معك مظلوم بيش بالتخطيط الإداري والمالي والتغطية الإعلامية سموه مظالم ولكن بدتل يصير مظالم ليش إحنا الآن أنا بحكي لك كشفات عورق من أربع سنين وجاي أصبح كل نادي كنا نروح نجيب 11 لاعب جاهز نلعب ونخلص الآن أصبح كل نادي يملك فئات عمرية فوقه 150 لاعب حسب كشفات الاتحاد لا بل لو في زيادة بالتسجيل أو مصموح من السجل أكثر ممتاز إعارات إذا بتيجي على لاعبين منتخبات الوطنية من خمس ست سنين وجاي يوجد لاعبين على مستوى عالي يجوا على أنديية محترفين وهيهم بالمتخبات وبارزين على مستوى آسيا فلذلك أنديية الأولى لغينا هاي المقولة إحنا إحنا ما نقول ما زلنا مظلومين بالشغلات اللي قتلك إياها فقط لغينا والأنديية دوريها قوي دوريها منظم حسننا آلية الدوري حسننا توقيت المباريات حسننا الملاعب الرئيسي نلعب عليها كنا نلعب بالملاعب للأمانة مش يعني بات في بالغرض الآن إحنا دولي استضافنا كاس عالم للسيدات وظلت عندنا مرافق والحمد لله بني تحتيه كله بتوجيهات سمو الأمير بدنا نحافظ عليها شوية مدينة الأمير محمد قاعدة بتخدم إشي كبير ملعب الرمثة حولنا لنجيل اصطناعي ملعب تطوير العقبة نجيل اصطناعي صارت تخدمنا هاي وقد ما تلعب ما بتأذيها هاي ملاعب رئيسي بيقدر صحافة يجي بس تلفزيون يجي وإن شاء الله متأملين ملعب ذات راس حسب ما حكا لي رئيس النادي أنه إن شاء الله قول الدوري برضو بكون جاهز إن شاء الله تم تحديد طبعا عودة المنافسات والفئات العمرية بـ 19 عشرة برأيك هل الفترة كافية من الآن للموعد هاد للتحضير؟ لا هو يعني الفترة سواء للمحترفين أو إنه أو حتى الثانية أو حتى الثالثة اللي يبدو يكملوا الدور الثاني الآن اللي يصعدوا مش فترة كافية أنا مش فني للأمانة بس برضو الواحد يعني اكتسب خبرة من خلال لقاءاته مع الفنين وغيره غير كافية هي راح تكون مضغوطة بس هاي يجا الظروف استثنائية لابد برضو احنا منتطلع الآن عم انتخبنا نعم احنا يعني ظل علينا اللي قالها خطوة إن شاء الله مباراة وتمشي أمورنا وهو هذا الهدف لأنه أنا سبق وحكيت رفعة المرتخب ترفع الشارع كله إن شاء الله تجيب الشركات بتجيب الدعم وإن شاء الله أنا معهم بالكويت إن شاء الله لتكون أمورهم طيبة بعرب العالمين إن شاء الله من الناخد اللي بشارة منها إن شاء الله لأنه أنا رافقت المنتخب الأولمبي ومن فضل الله الحمد لله كنا أيامها طلعنا بطل مجموعة ومتظل إحنا هاي حسام عم بقول لي وجه الخير إن شاء الله إن شاء الله قبل الفاصل كنا عم نحكي عن تحديد موعد المنافسات فيما يتعلق بذلك ماذا لو قررت بعض الأندية إنها تعلق مشاركتها السؤال يعني حلو الأهل الأندية للأمانة كانوا يتواصلوا معي يعني نعم خلص فقدوا الأمل يعني ما فيش فترة كافية ما فيش كذا حالي لو المحترفين لغوا بالطولة إحنا بنقدر نلغي والثاني تباعاً أما الآن في ميزان هبوط وصعود وفي موسم لازم ينتهي فإجباري لازم الأندية تلعب ولكن هو التوجه للأمانة حقيقة بالاتصالات مع الأخوان قلت لهم أنا كوني ممثلكوا أنتو 13 أنا مع الـ 14 بكور رقمي ألبدكوا إياه مع أنه أنا داخلياً بدي دوري نعم بس في مصلحة للأندية في مصلحة للإبتحاد أكيد فالآن أجبرنا أنه لازم نلعب حتى الثانية لازم تلعب حتى الثالثة يعني كله خنقول زي السلم درجات كله متناسق مع بعض والثالثة الآن شهر الثمانية بتبلش لأنه في مرحلة ثانية تحدد اللي بديو صعد للثانية نعم والثانية لازم تلعب تحدد بديو صعد للأولى والأولى لازم تلعب تحدد بديو صعد ومين دو يهبط هلأ لو مثلاً المحترفين اللعبوا مع أنه يعني رأي فني إلهم يعني هم أخواني وبحترمهم المفروض كان دوري من مرحلة واحدة الغاء الهبوط وفي بطل كأس وبطل درع وبطل دوري وبطل تقدر هاي يعني وركزوا الشغل إلهم كاتحاد كرة قدم بحكي نقدر إحنا كنا ما نلعب ونريحهم يعني منقدر نقور قرار اتحاد كرة القدم باستئناف الموسم وضعكم بماذق حقيقي طبعاً لأنه القرار هلأ كان برضو المحترفين كان فيه توجه من اتصالات معي أنا بحكيها من خلال من برك وبدهم مش يلعبوا دوري الآن يعني تماشت أمورهم تم توقيع عقد مع إحدى الرعاة لأنه يمكن لو ما لعبوش ما فيش عقد وبرضو هم كمان الله عينهم كانوا موقعين عقود عندي تلمحترفين ومطلوب منهم مادة ومطلوب منهم يعني وحملهم ثقيل للأمانة إن شاء الله أنه هاي السنة بتكون ميزان لتصحيح جميع الأخطاء ومستحيل إحنا نصحح كل شيء بسنة نهتم برجع دائماً أنا بنادي بقول الفئات العمرية نعم بلاش نظل ندور على اللاعب الجاهز هو شيء عاري من يوم ما استلمت النادي إذا إحنا منتجه وما منظل ندور على اللاعب الجاهز أتوقع أنه تكاليف الأندي شوية قل لقلة التكاليف يعني بتمشي الأمور وبرضو يعني الظرف الاقتصادي وجاء حتى كورونا حتى رؤساء أندي وزملاء وأصدقاء هما داعمين رئيسيين للأندي صرحوا هنا يعني بمعنى شغل ما فيه منهم دي أدعم صحيح تضرر فإن شاء الله أنه السنة بتمر عخير وقلت لك بالآخر هدفنا الرئيسي هو منتخبنا الوطني إن شاء الله أنه بحقق المطلوب بتمشي كل أمور أتوقع إن شاء الله سيد منصور أنت وسيط بين الأندية وإتحاد كرة القدم بكل شفافية هل هناك تعاون بين الطرفين تعاون أنا مع الاتحاد ولا تعاون للتحاد تعاون الأندية وإتحاد كرة القدم التأكيد متعاون هلا أنا أقول لك أنا عوض هيئة تنفيذية من 11 برأسنا السمو الأمير أوكي أنا أجيت عن هاي الفئة ولكن هو فعليا عوض الهيئة التنفيذية بمثل كل الأطياف نعم هلا للأمانة أنا يعني من يوم ما أجيت وكنت لأنه في تواصل مع الأندية أنا مش بخلي الاتحاد مباشرة مع الأندية أي شي لازم أكون موجود فتنقل الرسالة بأمانة أو لأنك أنت قريب على الحدث ممكن توجه الأندية بطريقة ما هاي ممكن تصير وهاي مش ممكن تصير وأنا يعني قلت للإخوان أنا بحكيه على ما لهم أخواني بحبوني وأنا بحبهم بتلهم إذا البيان ما بدوش ينكتب زي ما بدي مع احترامي ما رح أقدمه لأنه أنا قريب على الحدث لابد إحنا نحترم كتابنا اللي في شهر ثلاث والآن إحنا منقول ومن خيران بربركو بدنا زيادة لأنه بدي يجي دعم من الفيفا ما إيجي دعم من الفيفا شو نعمل يعني شو بدي تغير علينا طيب يعني بناء على هذا البيان بتعتبر أنه مطالب الأندية منطقية طبعا هلا بدي يجي دعم والأندي فعلا متضررة وبالتخفيض الأول متضررة ولكن جمعناهم حكيت لهم لأنه أنا صريح معهم حتى شو بصير معي بالجلسة بحكيلهم الوضع واحد اثنين ثلاث ما في منفذ إحنا كنا نأخذ ثمانية واربعين ألف ثمانة ألاف اللي هما بدل فئات عمرية واربعين ألف ثلاثين بعشرة اللي هن بدل تسويق الاتحاد دفع هاي العشرة لمدة أربع سنين ما إيجي سبونسر وحاولنا حاولنا ما إيجي لأنه قلت لك كان توقيت المباريات ووضع الملاعب يعني ما فيه الآن إن شاء الله حسنا فأنا قلت بكل بساطة قلت لهم بدل إن شاء الله وأنا مع الاتحاد إن شاء الله لأنه ما إيجي وإن شاء الله وماشي أنا بس الآن لأنه الآن دي استعدت ووقفت وروحت لعبتها وبدأ ترجع لا الستين ولا المية ولا الثمانين ولا التسعين بكفل ولكن إحنا مع يعني نشوف ظرف الاتحاد إذا إيجي دعم أنا متأكد الاتحاد ما رح ينسى الأولى ولا الثانية ولا السيدات ولا الحقان بعيدا عن مخصصات اتحاد كرة القدم برأيك ماذا على النادي أن يفعل مشان يحاول يزيد من دخله قلت لك النادي بده بلش من الصفر لا بل إحنا مبلشين من السالب الأندية كل إدارة لها الحق والخيار تشتغل براحتها ولكن أنا دائما بنصح وبرجع بقول لك الفئات لأنه ابن النادي اللي بستلسل معك أربع خمس سنين ما أظنش تعطي أنت للأمان إزاي اللي بده تجيك جديد يلعبها شهرين ثلاث إذا بده قول لك بده زيادة تقوله معناه لها خمس سنين مثلا أنا متبنيك وقح السنتين ثلاث وممكن أنت رياضة استثمار نعم مشكلتنا إحنا الأندية ومديونيتة اللي وصلت اللاعبين الجاهزين أنا منصور مشكلتي بده أخذ دوري ما أديني النادي بمليون وهذا هذا اللي وصلنا هذا الحال صراحة أم بحكي أنا بده ميجعلهم مني الأندية هسا بسطلة بده سمع مية انتقاد حرين أنا بحكي بوضوح الأندية فيها خلل لأنه كل إدارة تشتغل وأي إدارة أو أي رئيس نادي أو أي جمهور حق ويأخذ بطولة بس كمان أنا ما بلعبش لساني فقط أنا العام صار علي مديوني لأني كنت بدي بطولة شفت التوجه هيك والتهموني شخصي أنه منصور بده ظل والسورية أحكيها يعني لازم أحكيها أنت ضاء حاب ظلك بالدرجة الأولى عشان انتخابات الاتحاد فقلت لهم البطلوب ممكانيات ما فيه لا شخصية صراحة ولا نادوية والاتحاد الظل بيجيبه قالوا دب رحنا جبنا لاعبين ورحنا ما نهبط وهبط آخر رجعت أنا الأولاد النادي ثبتوا للفريق والسنة يعني بمفكر إن شاء الله بصعود حسب إمكانياتنا حسب إنه مثلا بدي أندين بشوي وأخذ بطولة ممكن هاي بتغطي هاي بس المشكلة عفوا إنه بدك أنت تروح تجيب خمسة عشر لاعب ويدينوك وترجع تقول الاحتراف خرب بيتي لا الاحتراف إذا الإدارات بتشتغل صح إذا الإدارات لا من مصلحة النادي مش من مصلحة اللاعب للأمانة هو صح إنه عقد اللاعب هو عبارة عن شك الآن شك بشتكي عليك بأي لحظة بس إذا بتطبق أنت قانونك صحيح لا الاحتراف من مصلحة النادي بشي اللاعب نعم نتمنى طبعا إنها تمر هاي الفترة الصعبة وتتصحح الأوضاع إن شاء الله لحتى نشوف أنديتنا بترجع أفضل من السابق بدي أشكر حضورك معنا الله خير منصور بس قبل هاي في موضوع ما بشكل سريع سريع أنا من خلال منبركم كريم إحنا برضو بالجلسة تمنين الشفاء العاجل لأستاذنا وعميد رأساء أندية العالم الأستاذ عبد الحريم سمارة نعم اللي إحنا منسجل شوي عتب للأمان والعتب عقد المحبة كي طبعا نتمنى هذا الرجل يستحق الاهتمام بشكل أكثر هي موجود المستشفى إن شاء الله من خلال مربكو وندعي برضو المشاهدين يدعوا معنا أنه الله يرجع لأولاده سالم غانم إن شاء الله بظل أستاذنا وبظل معلمنا وربنا يوفقه ويعطي الصحة إن شاء الله نتمنى له شفاء العاجل إن شاء الله بقوم بالسلامة ونشوفه أفضل من السابق شكرا سيد ممشور شكرا إليك شكرا أهلا فيك